الجيم مرحبا أعزاء الصغار اليوم سنذهب في رحلة داخل عالم المهن ونتعلم بعضا منها وسنبدأ بحرف الجيم لنتعرف على أولى المهن في يوم من الأيام زار ناجح وأخته أريج جدهم لقضاء يوم ممتع فأخذ صديقنا ناجح يريهم صورا له كان قد وضعها في شاشة التلفاز حينئذ تساءل الجد قائلا ماذا تفعل في هذه الورشة يا ناجح فأجابه قائلا وعلامات السعادة تغمر وجهه الصغير هذا نادي النجارة يا جدي وأنا أتدرب فيه مع أصحابي لقد صنعنا رفوفا لمكتبة قسمنا صاحت أخته أحب أن أتعلم النجارة مثلك يا ناجح فرد عليها مرحبا بك في نادينا يا أريج هل عرفتم مهنتنا اليوم يا صغاري؟ نعم نعم أحسنتم إنها مهنة النجار النهاية لنتعلم معا يمكن أن نجد حرف الجيم في ثلاثة مواضع أولا في أول الكلمة كأن نقول جراد جمال جنود جراد جمال جنود ثانيا في وسط الكلمة كأن نقول شجر دجاج يجري شجر دجاج يجري ثالثا في آخر الكلمة كأن نقول علاج حجاج زجاج علاج حجاج زجاج شجر دجاج يجري